تأهل العداءان الجزائريان جمال سيجاتي وسليمان مولى يوم أمس إلى نهاء بطولة العالم لألعاب القوى المقامة بالعاصمة المجارية بوذابست ونجح نائب بطل العالم جمال سيجاتي من انتزاع بطاقة التأهل إلى نهاء بطولة العالم لألعاب القوى بعد احتلاله المرتبة الثانية في صباق الثمانمائة متر في المجموعة الأولى من نصف النهائي بتوقيت دقيقة واحدة واربعة واربعين ثانية وتسعة واربعين جزءا من المئة كما نجح مواطنه الآخر سليمان مولى في تصدر ترتيب صباق الثمانمائة متر المجموعة الثانية والتأهل إلى نهاء البطولة بتوقيت دقيقة واحدة تلاتة واربعين ثانية وتلاتة وتسعين جزءا من المئة هذا وسيقام نهاء بطولة العالم لألعاب القوى يوم السبت القادم حيث يبحث سيجاتي ومولى على الضفر بميدالية الجزائر التي تضاف إلى سجلها في هذه البطولة العالمية الكبيرة فمنذ مشاركة الجزائر الأولى في منضيال ألعاب القوى بهلسينكي بدولة فنلندا عام 1983 يضم سيجلها 11 ميدالية منها 6 ذهبيات وميداليتان فضيتان و3 برونزيات وللتدكير الصباق النهائي سيقام يوم السبت المقبل انطلاقا من الساعة الثامنة مساء ترجمة نانسي قنقن اشتركوا في القناة